قال البنك الدولي أن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال قادر على الصمود في مواجهة التحديات وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من جائحة فيروس كورونا في ضوء الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي وأضاف البنك الدولي أن تعبئة تمويل الدولي ساعدت على إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي مستويات وفرة كما أن إجراءات التيسير النقدي والدعم المقدم لبعض القطاعات قد خفف من الضغوط المعيشية على الأسر ومؤسسات الأعمال الخاصة وأسهم في خفض تكاليف الاقتراض المحلي للقطاع العام